نستكمل ما بدأت وفضلتك حول فضلت الشيخ شعبان الصياد وطبعا علاقته بشيخ مصطفى إسماعيل أول من تنبأ له ثم شهادة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي في حقه عمار الشريعي كان يقول حاجة غريبة جدا لما يسبع سيدنا شعبان الصياد الله يرحمه كان يقول إيه ده ده كسر كل القواعد بتاعة الموسيقى كسر كل القواعد وآتى بشيء لا أصدق أنه هو يؤتى به إلا لما سمعته للدرجات من تمكن صوته التنقل يعني ما بين القواعد فهو ينتقل كما شاء ينتقل كما شاء هم من اللي تنبأ له الشيخ مصطفى إسماعيل علواً ونزولاً وبسهولة يعني أنا كنت أقول لا ما تنفعش ما تجيش يعني يعني وعمار ملحن طبع وعنده برضو إيه خبرة قوية جدا ودنه ما شاء الله كانت إيه يعني ولا الآلات في السماع والتحليل الله يرحمه الله يرحمه فهو كان بيظهر في المقام وهو ماشي في البياتي يجي أعطي حتة صابق مقام تاني التلوية أو التلوية واخد بالا التاني يجي مقام اسمه حجاز احنا قلنا قبل كده اسمه حجاز مش حجاز لأن العوام يفتكروا إيه الحجاز ولذلك لما تلاقي العوام بيفهموا مازيك بس مش عارفين الاسم الصحيح بس هم لما يسمعوا الشيخ من دول يدخل في الحجاز يقولوا اللهم صلي عن نبي اللهم صلي عن نبي بيه لأن احنا روحنا الحجاز كده عشان هو فاكيرين ده مقام الحجاز الحجاز اللي فيها النابي فبيصلي عن نبي واخد نبي لكن هو الحجاز هو اسمه كده وارد كده زي ما احنا بنسمع ده فعلا في التلاوة القديمة في الناس صلي عن نبي على السلام بس ده السبب يعني فشوية صبع على شوية يدخل في الرصد برضو مقام اسمه الرصد قلنا قبل كده مع الشيخ مصطفى اسماعيل ما يدخل في الحجاز يرصع مقام البياتي اللي هو ده هو ويدخل بقى بهذا هو ده اللي خلى عمار يقول كسر جميع القواني انتقل الى رحمة الله تعالى في قريته ورئيس الجمهورية بعت له مندوب للعزة وحضر كبار المشايخ القراء الشيخ طبلاوي والناس كتير أكيد كتير طبعا من زملاء ومن كلام زيته